مقارونة الويت سوس بجد من اسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها حاجة كده تحفة جميلة جدا شايفين قد ايه بقى المقارونة سايحة مع الجبن بجد بجد يا جماعة حاجة لا تقاوم عايز اقولك مهما تاكل منها مبتش بعيش جميلة جدا وفضيعة يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا اول حاجة هنجيب كده صانية عالنار نسخنها نحط فيها معلقة زبدة كبيرة نقلب نقلب لحد ما الزبدة تدوم معانا نبتدي بقى كده ننزل بفصينتم مفرومين واول ما نشم ريحتهم نروح منزلين بقى كده بصلة كبيرة متقطعة برضو شرايح نقلب برضو فيهم اول ما تبتدي تخش معايا كده في ان هي صفرت شوية دبلت كده شوية خالص بسيطة هنبتدي ننزل عليها بقى الفلفل الالوان ولو انت بتحب اللي سبايسي دي في قرن فلفل شط اللي ببقى كده الفلفل مع البصل والتوم وحطي بقى بتدي نزلي ببهراتك المفضلة انا هنا حطيت معلقة كبيرة من الكباب السيني معلقة كبيرة من بهرات الفراخ حطيت معلقة كبيرة فلفل اسود حطيت معلقة ملح اي بهرات عندك عايزة تضيفي زعتر وزماري كل اللي انت بتحبيه حطيه تبلي البصل بتاعك زي ما انت بتحبي بعد كده بقى في الخطوة دي هضيف بقى حوالي نص كيلو من صدور الفراخ او ينفع كمان وراك مخلية هتجيبي بقى كده وتقطعيها شرايح زي الشاورمة بالضبط اول بقى ما تاخد معاك اللون ده كده كده ابتدي تنية خلاص تبقى جهزة معي هسيبها 10 دقيقة عن نار تستيوي بس واتأكد ان الفراخ استاوت وبعد كده بتبقى جهزة عندي شايفين كل حاجة تدبلت معايا ودبلت كده عن نار اخر خطوة عندي بقى بروح بعد ما بتستيوي واتأكد الفراخ استاوت بروح نازلة بقى برشة البقدونس وطبعا لازم يبقى فرش كده عشان يدي لون كده حلو مع الفراخ بطفي عليها عشان انا عايزة البقدونس يبقى اخدر زي ما هو في نفس الطاصة برضو احنا مش هنستهلك برضو مواعين كتير هنجيب برضو معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقتين كبار من الزيت ندوبهم مع بعض كده لحد ما يسخنوا كويس جدا واول ما يسخنوا عندي كويس خالص كده بكون طبعا محضرة معايا كباية من الدقيق كباية صغيرة احنا دلوقتي بنحضر الويت سوس بقى وما فيش اسهل منه هم كلهم معلقة زبدة ومعلقتين زيت وعليهم كباية دقيق صغيرة هتقلبي كويس جدا لحد ما تبتدي بقى ريحة الدقيق تطلع كده هتروحي بقى منزلة عليها بقى ورقة ماجي تقلبي كويس لحد ما تتأكد ان الماجي ده بتخلص مع الدقيق وبعد كده بكون مجهزة بقى لتر من الحليب اللي انا غليته وده حليب بلدي وفضل هيكون حليب بلدي عشان يخلي طعم المكارونا غني اكتر من المعلبات بعد كده بتدي في بقى معلقة كبيرة من الفلفل الابيض وبتحطي معلقة كبيرة من الملح طبعا الفلفل الابيض دي جماعة مهم جدا في الوايت سوس عشان بس ما يجمقش الوايت سوس بتاعي ودي كريمة طهي بقى دي اختياري بس طبعا بتختلف تماما في المكارونا احنا بقى عايزين ناكل حاجة زي طريقة المطاعم بالزبط فهو بقى الكريمة الطهي دي بتزبط بتودي المكارونا في حتة تانية خالص بعد كده انا كنت سلقة طبعا المكارونا بتاعتي بقى اللي هي الشرايط دي سلقتها كويس جدا وروح تحطى بقى الفراغ معاها مع الوايت سوس بقى كده يا وعدي عالجميل مفيش احلى من كده بجد تحفى فيه ناس بقى بتكتافي لحد كده وبتكلها عادي بقى هي كده وايه بالسوس بتاعها طبعا انا مش هكتافي هحطها بقى في البتوجن البيركس بتاعي الجميل ده وروح مدخلاها بقى في الفرن بمكس الجبن وبتطلع معايا بالجمال ده الله عالجميل ريحة وطعمة ايه بقى ولا تقولي لطواجن بقى من بره ولا اي حاجة مفيش احسن من شغل البيت وانا النهاردة عملت هلك بتكاليف بسيطة جدا وفي نفس الوقت احلى وقطعم من المطاعم بكتير شايفين الجمال رشة من البقدونس بقى وبالفهنة وشفة انا كده خلصت الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير اشتركوا في القناة